السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إزايكم عاملين إيه يا رب تكونوا بخير النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة هنعمل فيها لحم الستيك بالصوص البني مع الرز باسمات المبهر وطعمه كان في منتهى الجمال لو أول مرة تشوفوا قناتي فضلا وليس أمرك سبسكراب للقناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا الكل عشان يوصلوكم مني كل جديد يلا بينا نسمي الله ونسلي على الرسول نشوف المقادير ونخش على التحديد هنا معايا كيلو من لحم الستيك بيكون من القطعية بتاعت الانتر كوت معايا بشر لامون عصير لامونة ومعايا زبدة وملح وفلفل وزيت هنا حاجيب طاس على النار هسخنها حلوة قوي وبعد كده حط معلقتين من الزيت ما تقطرش الزيت بس أهم حاجة يكون عندي الطاسة سخنة جدا علشان اللحمة ما تلزقش معايا وتتبادل هنا الطاسة بعد ما سخنت حلوة قوي وحطيت الزيت هجيب بقى اللحمة بتاعتي هنا بوزع الزيت في الطاسة زي ما حضراتكم شايفين الطاسة دي اللي انا هعمل فيها اللحمة هديها الصدمة واسوي فيها اللحمة وكل حاجة في الطاسة دي نزلت كده باللحمة بتاعتي وزي ما حضراتكم شايفين ان الطاسة سخنة جدا اهي احاول بقى ان انا كده احط اللحمة بتاعتي سويها كده اهي اهي. واحط شوية ملح وشوية فلفل. وبعد كده هقلبها على الناحية التانية زي ما حضراتكم شايفين كده. انا بديها صدمة عشان بقى في المسام بتاعتها وتبقى محتفظة بال بالعسارة بتاعتها فبتبقى جوسي معي في الاكل وبتبقى طعمها مسكر وزي العسل. هنا هحط بقى الكمية التانية زي ما حضراتكم شايفين. طبعا القطعية لما بتجيبي الاستيك بتاعك من الجزار بتقولي له ان انا مش عايزة القطعية ما تكونش لتخينة ولا رؤياء. رؤياء تتحرق معاك وانت كده بتديها الصدمة دي. ولو تخينة بتاخد معاك مدة في السوى كتير. هنا خلاص طلعت الكمية دي. هنزل باب اخر كمية معايا. ما شاء الله لقوة الا بالله. اهي. برضو الملح والفلفل اهو. ما تقطريش الملح لان الملح احنا بنحطه في المرحلة الاخيرة من تسوية اللحمة. بس احنا هنا بنديها تطعيمة بسيطة جدا. اهي كده اللحمة خلاص كلها الكمية عملناها. هنعمل ايه دلوقتي? هننزل بقى بالكمية اللي احنا طلعناها لان احنا اتفقنا ان احنا هنعمل الكمية كلها في الطاصة. ويفضل لو طاصة واسعة عندك هتعملي فيها الكمية بطريقة آآ مريحة يعني. تمام? انا كده هنزل بقى ببقية اللحمة. وطبعا هتلاقي في الاخر كده شوية عصارة دي. هتنزليها على اللحمة برضو. اهي لانها دي بتبقى جميلة جدا هو ده اللي بيكوني السوس البني بتاعي. هنا مش هنستعمل ولا دقيق ولا اي حاجة في السوس هي هتكون السوسة وبنفسها. نزلت كده بالعصارة اللي عندي. اهي. هجيب بقى بشر اللمون. حوالي نص معلقة صغيرة من بشر اللمون. وعصي اللمونة كاملة. القشر اللمون مع اللمون بيدي تستحيل وقوي لللحمة بتاعتي. تمام? طبعا اول ما حطيت القشر وحطيت اللمونة الريحة تلت في منتغى الجمال. وبحط كده حوالي تلات مكعبات من الزبدة. انا الزبدة ليه ما حطيتهاش في الاول مع الزيت? لانها بتتحري ومش بتديني افضل نتيجة. انا بفضل احطها هنا. فبتحتفز بالريحة والطعم بتاعها اللي هي بتبقى فريش كده. تمام? حوزع بقى الزبدة على اللحمة زي ما حضراتكم شايفين كده. وقور دي لما بحط الميا المغلية هي بتدو في اللحمة كلها. طبعا بكون جاهزة عندي ميا مغلية في الكاتل. هنا انا بحط فلفل اسود ما بحطش ملح دلوقتي خالص. حطيت شوية فلفل اسود. وكمان ممكن تحطي رشة ارفة بتدي ريحة حلوة قوي للحمة. وبتغمقلي السوس برضو بتديله لون حلو جدا. هنا انا بقلب بقى اللحمة بتاعتي كده عشان كلها تندمج مع بعضها زي ما حضراتكم شايفين. جربوا الطريقة دي طحفة. اهو كده هندوب الزبدة خالص اهيه. ما شاء الله لقوة الا بالله. طبعا كمية اللحمة حابة تزودي حابة تقللي براحتك مفاش اي مشكلة. بسويها كده كلها اهي. كده خلاص انا سويتها. بيكون عندي طبعا زي ما قلت لحضراتكم مية مغلية. بتنزليش بمية بردة. المية البردة هتاخر السوة بتاعتها. ومش هتبقى زريفة ومش هتديك النتيجة الحلوة. هنا بقى انا بسويها كده. اهي. بحيس كلها تبقى سوى واحد عشان تاخد السوة مع بعضها. هنزل بقى بالمية المغلية هي بس تغطيه للحمة. ولو شربت المية ولقتيها لسه مستودش قوي بتزودي شوية مية مغلية. ما تنسيش حتة المية المغلية ما تحطيش مية بردة. هسويها بقى كده هنا ما حطناش ملح لحد دلوقتي هنغطيها بقى ونسيبها لما تستوي معانا. وقبل ما تستوي بعشر دقايق نشوف هنحط لها الملح بتاعها. تمام. هنا بقى هعمل الرز باجيب حل على النار وبحط معلاتين من الزيت النباتي. بيكون عندي بقى التوابل بتاعتي عبارة عن عود من الارفة وفلفل اسود حصى ومش مطحون. وتلات تلات اوراق من اللوري. وتلات فصوص من الحبهان وتلات فصوص من آآ القرنفل. ومعايا فص او فصين من المستيكا ما تقطريش المستيكا عشان ما يمررش الرز بتاعي. وهقلب كده تقليبتين. وبعد كده يكون عندي الرز طبعا غسلية ومصفية. انا مش بنقى على الرز البسماتي خالص. هقلب كده تقليبة. يبقى عندي هنا رنفل وحبهان ولوري ومستيكا ووراق لور. ويعود من الارفة. نزلت كده بالرز بتاعي. دول هنا كبايتين من الرز البسماتي. هحط عليهم تلات كبايات من المية المغلية. قلب بقى الرز لحد لما كله يختلط بالمادة الدهنية. حطيت هنا معلقة صغيرة من آآ اللي هو اللي بودرة الزعفران. بنجيبها من عند العطار. انا بفضلها عن الكركم كمان. يعني مرة بحط كركم مرة بحط بودرة الزعفران. حطيت تلات كبايات المية المغلية هي. وهسيبه لما اتشرب المية. هنا اتشرب المية بس لسه فيه بقايا من المية بسيط. بجيب بقى شوكة وبقلب بها. انا بفضل الرز. اي رز عندي سواء مصري او بسمتي. لما بيتشرب بقلبه بالشوكة علشان يبقى مفلفل كده ما يبقاش معجن ونزلت بشوية من الزبيب. الزبيب ده اختياري. بس انا من عشاء الزبيب في الرز البسماتي بيبقى طحفة. وهتقلبي بقى كده. طبعا احنا ما حطينا المية حطينا الملح بتاعنا. وهسيبه لما يتشرب خالص. هنا الرز بتاعنا بعد ما تشربوا استوى خلاص. اهو. بصوا بقى مفلفل ازاي? كل كباية رز بسمتي عليها كباية ونص من المية. اهي. هتساوية بقى كويس قوي. وهنغرف اللحمة بتاعتنا. اهي اللحمة بتاعتنا طبعا استويت. ما شاء الله القتالة بالله ما استحملتش. بصوا انا مش مش عارفة احط الشوكة فيها لانها بتتفتح نصين عشان هي مستوية قوي. فبحاول ان انا اسنتها بادية كده. او زي ما حضراتكم شايفين. ادي اللحمة والرز بتاعنا و ادي السوس البن بتاعها في منتهى الجمال والريحة كانت تحفة والطعم رائع. ما شاء الله لكم بصوا مش عارفة اطلحها بالشوكة عشان ما تتقطعش مني. هرصها في الطبقة كده مع شوية الرز البسماتي المبهر ببودرة الزعفران. طبعا الزعفران غالي جدا. احنا بنجيب بودرة الزعفران. ونسيت اقول لكم ان اللحمة قبل ما يعني هي خلاص حطفي عليها بعد عشر دقايق. هي دخلت في السوى يعني خلاص في الاخر. بقى تكون جايبة شوية بطاطس مكعبات ودي اختياري. بنزل بيها على اللحمة. بتشرب من سوس اللحمة بيبقى طعم البطاطس في المنتقى الجمال بتقعد لمدة عشر دقايق بس. وطبعا اللحمة اول ما بتخش في السوى. بحط الملح بتاعي وبزبطه بالنسبة لمقدار اللحمة. لان مش قدر حددلي كمية الملح. هنا بقى بجرنش الطبقة بتاعي بتاع اللحمة. شوية بقدونس او كسبرة خضرة اللي عندك موجوده. كنت مقطعة شوية فلفل الوان برضو. بيدي كده شكل حلوة اوي للطبقة بيفتح النفس على الاكل فعلا. تمام? طبعا الجرنشة دي بترجع لك انتي زي ما تحبي اي حاجة. وممكن كمان على الرز البسمات تحط مكسرات. بيدي برضو طعم حلو شكل في منتهى الجمال. ادي الرز بتاعنا والبطاطس واللحمة. ودي الرز البسمات المباهر. ودي طبق اللحمة بتاعنا في منتهى الجمال. اتمنى انتو تجربوا الوصفة دي حلوة اوي. وخصوصا كمان في العزومات بتبقى حلوة وبتشرفك على السفرة بتاعتك. ما تنسوش موضوع البطاطس دي بحطها قبل ما افل على اللحمة بعشر دقايق. عشان تلحق تشرب من الصص وتستوي معي وتبقى في منتهى الجمال. ادي الفيديو بتاعنا ودي الوصفة بتاعتنا ما شاء الله لقواتها الا بالله. لو عجبكم الفيديو فضلا وليس امرا تسبسكرايب للقناة اليوتيوب وتفعلوا الجرس. وتدسوا الكل عشان وصلكم مني كل جديد. وما تنسوش اللايك والشير. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.